التسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعكس كذلك الحرص على تكثيف التشور والتنصيق مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بقمة تجمع بريكس بلاس المنعقدة بمدينة قازان الروسية كما أكد الرئيس السيسي أن اجتماع البريكس يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزعات والسياسات الأحادية كما أضف السيد الرئيس أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كأحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الرائنة قال مصدر أمني مسؤول أن وفدا أمنيا مصريا وعسكريا رفيع المستوى التقى رئيس الموساد ووفدا من الشباك في إطار الجهود المصرية المكثفة لعودة المفاوضات ووقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار بالمنطقة وشدد المصدر المسؤول على أن مصر أكدت للوفد الإسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال القطاع وحذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة والذي يشهد عملية إبادة وتطهير عرقي منذ عشرين يوما هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة 150 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال في قصف طائرات الاحتلال لعشرة منازل في منطقة الهوجة وسط مخيم جباليا مشيرة إلى أن المواطنين في المنطقة المستهدفة أطلقوا نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحة إلا أن تواقم الإسعاف والإنقاذ واجهت صعوبة في الوصول إلى المكان بعد أن عطل الاحتلال عملها شمال القطاع استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك عقب إصدار الجيش الإسرائيلي انذارا لسكان عدد من المباني في اثنين من أحياء المنطقة وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربية الإسرائيلي شن غارة جديدة على منطقة الشويفات العمروسية وضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر ضاحية بيروت الجنوبية في الأسابيع الأخيرة فضلا عن غارات عنيفة شنها على العاصمة ومناطق مختلفة من لبنان التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مسؤول صندوق المشروعات المصري الأمريكي وقال الخطيب إن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية التي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص لافتا إلى أن هذا التحول يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات جيوسياسية هائلة حيث تركز الحكومة على تبني المزيد من الإصلاحات الهيكلية وشهد اللقاء استعراض فرص ومقاومات الاستثمار بالسوق المصري وتطورات الاقتصاد المصري إلى جانب جهود الحكومة الحالية لتوفير المزيد من التسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية رياضياً توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة سبعة ستة بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف كان الأهلي قد تأهل لنهاء السوبر المصري بعد فوزه على فريق سيراميكا كيلو باترا بنتيجة اثنين واحد فيما صعد الزمالك بعد تغلبه على بيراميس بركلات الترجيح بنتيجة خمسة أربعة بهذا التتويج يبدأ الأهلي الموسم الجديد بإحراز لقب هام قبل مباراته المرتقبة أمام العين الإماراتية الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي وذلك في الدور الثاني من بطولة كأسة انتر كونتيننتل ترجمة نانسي قنقر